صهيب الكحلوت أو أبو هبيدة شوف من استوديوهات القناة هناك في الخليج عرفتوها؟ ايه من استوديوهات القناة الجزيرة هذا هو شوف عيونه شوف نفسه هو زيته وفي خطابه الأخير لا شوف يقولك أحدثكم من القطاع لا هو عرف أن الناس عرفانتوا هناك فمشان هيك قال اوه توقعت هالشي شوف بعد شوف 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 ها سيد صهيب شو يا خيي شو هيدا بطولة وملثموا بالأنفاق وباستوديوهات القناة وتموتون بفنادق يا خيي ليش ما تتعلموا يا خيي الوطنية والشجاعة والبطولة من السوريين ما ماتوا لا بفنادق ولا بأنفاء ولا أبضوا مليارات هنية وربعوا وغيروا والمقاومجية والنصليرة لما يموتون يموتون وعندهم مليارات وتريليونات بل ابنوك الثائر السوري ما عنده هذا الشيء بعدين كيف يخيي تؤججون الصراع وإلو قنوات وإلو مفتين وإلو بروفغاندا ويقول لك الصراع صدفة وكذا وعقيدتنا لا 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 الصراع مفتعل يا حبيبي بعد أن حذفتم المنشورات اللي كانت ضد حسن نصليرة هاي القناة مسحة المنشورات مسحة التغريدات مسحة الفيديوهات يلي ضد حسن نصليرة لما كان بمضايا والقصير والقلمون والزبداني وقتها كانت ضده عردته تماما اليوم تمجده عبر هذا الشخص شوف شوف الأفلام الكرتون شوف صناعة الأحداث تصنع الأحداث تصنع طيب ما سألت نفسك بيوم اسمع شوف حتى حركات اليد انظروا هاي حركات اليد شايف حركة اليد هذا هو صحيب الكحلوت أو أبو هبيدة أو أبو زبيدة كمان في قطر شايفين طبعا يصنع يصنع الأحداث تصنع سألت نفسك سؤال شي مرة يعني هذه القناة الجزيرة مثلا بجرود عرسال التقت بالموجودين رايات السود وقتها بجرود عرسال فيسير علوني ابن دير الزور محبوس باسبانيا لقضايا انه كيف وصل الى هذا أبو لحيا وسامة ابن الآذن ابن الآذن أه أبنا عرفته ها كيف يلتقوا فيه كيف يلتقون بكل هذه الرموز في سوريا غادعويس مرة كذا لت أحكم تفكرونه سبق أو سبق إعلامي أو شطارة لا 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 أو قوة للقناة لا لا هم نفسهم يصنعون الجنود ويرسلون عليهم التغطية الإعلامية هم نفسهم يعني بجرود عرسال ولا هناك ولا هناك صناعة هاي الدولة وفي حزب اسمه حزب الأخوانج معلش احنا لا يوم يتضحكون عن الشعوب وشوف كل شيء أحداث اليوم تدور في العالم مصطنعة وإلها مفتين وإلها جامعات وإلها مدارس وينكب عليها تريليونات وعكم تفكرون الأحداث اليوم تحصل فجأة أو عفوي إياكم تصدقون أنه كله مصطنع كله مصطنع نظامي يعني وإلها إعلام وإلها تغطية وإلها تأجيج حتى قنوات الترفيه والرياضة عند هذه القناة مثلا الرياضة مثلا الحيوانات كذا لا تلاقيهم مشفرة بدها فلوس أما قنوات اللي تبث التخريب والكذا والفتن في كل مكان لا تقول لك هاي مجانية وكل ما تفتح التليفون تظهر لك فهذا اسمه صهيب الكحلوت من الدهاليز ويقول لك نناشدكم ونناشد ويريد يأجج الأوضاع في الأردن وفي سوريا وفي العراق واليوم من كم يوم يقول نخاطبكم من القطاع لا ويدعو للقتال والكذا والزيادة وهو مش رب مت طلع شوف هذا هو هذا هو كان حاضرا في عزاء هنية عندما مات هنية سووا له عزب الدوحة كان حاضر هذا هو بدائر الحمراء صهيب الكحلوت هو نفسه هو ذاته حاضر عزاء هنية وعلى فكرة أخبركم شغلة أخرى حتى ولد هنية عايشين ويقرؤون الفاتحة على قبر أبوهم رجعوا من الموت ليقرؤون الفاتحة على أبوهم اللي مات بعدهم في فنادق طهران شوف شوف هؤلاء أولاد إسماعيل هنية آه قالوا أنهم راكبين سيارة بالقطاع وعلى ساسس تشهدوا هيا هم يقرؤون الفاتحة على قبر أبوهم المات بعدهم يعني بشهور مات في فنادق طهران المبردة حار وبارد وسموه شهيد وماتوا عندهم مليارات هذول رجعوا من الموت وينهم وعلى أساس ماتوا أنا شايفي قرؤون الفاتحة على قبر أبوهم وهم ماتوا قبلوا بشهور إلى متى شوف هاي المقاومة والمقاومجية والمكاومة والشعرات أبشركم كله كذب وكله مصطنع وكله ارتزاق يعني أي واحد على السوشال ميديا يقول لك مكاوم مكاوم وفاتح لايفات وعامل فيديوهات ترى ممول وعاك تفكروا ببلاش لما شوف واحد بالشارع فلسطيني ولا غير وحموسي شاي العلم وماشي ترى كله مدفوع وعاك تفكروا شاي العلم وماشي ببلاش وذا صرخ عليك ودافع عن قضيته وكذا وعاك تفكروا ببلاش ترى كله ممول زين وها والصراع مصطنع وطلعوا من القبر تيقرون الفاتحة على قبر أبوهم شون يعني نصدق ولا ما نصدق اوهو توقعت اشتركوا في القناة